السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي العام أهلا بكم مع حلقة جديدة وحلقات برنامج مدرسة على الهواء واللغة العربية في بداية هذه الحلقة طبعا سأجيب عن سؤال الحلقة السابقة وكان في الأدب ثم ننتقل بعد ذلك إلى القراءة المتحررة ونتناول من خلال هذه الحلقة درسين من الدروس التي ندرسها في المنهج ولكنني أعدها بالطريقة الجديدة وكأنها قراءة متحررة كي نتدرب عليها كما ستأتي في امتحان نصف العام إن شاء الله في الحلقة السابقة كنت قد تساءلت في الأدب السؤال أعرض على حضرتكم الأول وكان في الأدب يقول قال أبو الأسود الدؤلي وإني ليسنيني عن الجهل والخنى وعن شكم ذي القرب خلائق أربع حياء وإسلام وبقي وأنني كريم ومثلي قد يضر وينفعه وكان التساؤل عن هذين البيتين استنتج من خلال البيتين السابقين أثر الإسلام في الشعر هذه الأسئلة هي بالطريقة الجديدة كما عودتكم قبل ذلك يأتي لنا بأبيات من الشاعر وربما تكون هذه الأبيات جديدة علينا ولم نستمع إليها ولكننا من خلال القراءة والفهم والتذوق لهذه الأبيات نستطيع أن نجيب عن المطلوب الإجابة من الصعبة الإجابة من السهلة لأننا سبق وتحدثنا وقلنا إن الإسلام قد أثر في الشعر في عصر صدر الإسلام يعني عندما نقر مثلا هذين البيتين نعرف أن الإسلام أثر كبير حيث انصرف الشعراء عن الأغراض التي لا تتفق مع تعاليم الإسلام فالشاعر لم يعد يتحدث بالفحش من الألفاظ ولم يعد يتحدث عن الخلاعة والمجون ومثل هذه الأمور الذي يمنعه من ذلك أيمانه بالله وحياؤه وخوفه من الله سبحانه وتعالى إذن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة سهلة وبسيطة فنقول نعم نستنتج من البيتين مدى أثر الإسلام في الشعر حيث انصرف الشعراء عن الأغراض التي لا تتفق مع تعاليم الإسلام والتي تدعو مثلا إلى الخلاعة والفجور أو الهجاء اللازع أو ما شابه ذلك من الأغراض التي لا تتفق مع تعاليم الإسلام ده مثل هذه الإجابات أو هذه الأسئلة عندما تأتي لا يوجد صعوبة فضل حاجة العملية سهل ننتقل بعد ذلك إلى القراءة حلقة اليوم أنوان حلقة اليوم القراءة المتحررة وسوف نستعرض في هذا الموضوع آداب الصداقة هو موضوع لابن مسكوي وابن مسكوي دوت من الأدباء الذين أثروا المكتبة العربية هو طبعا في هذا الموضوع يتحدث عن آداب الصداقة وكما قلت وكما عودتكم قبل ذلك فإنني أعرض الموضوع على نفس النظام الذي سيأتي على امتحان نصف العام الفقرة مثلا بيأتي إلينا بفقرة ثم يتأتي عليها أسئلة تقول الفقرة يجب عليك متى حصل لك صديق أن تكسر مراعاته وعايزك تفهم معي بسرعة عشان هيجي على أسئلة والأسئلة كتير يعني النهاردة وتبالغ في تفقده ولا تستهين باليسير من حقه عند مهم يعرض له أو حادث يحدث به فأما في أوقات الرخاء فينبغي أن تلقاه بالوجه الطلق والخلق الرحب وأن تظهر له في عينك وحركاتك وفي هشاشتك وارتياحك عند مشاهدته إياك ما يزداد به في كل يوم وكل حال ثقة بمودتك وسكون إليك ويرى السرور في جميع أعضائك التي يظهر السرور فيها إذا لقيك فإن التحفي الشديد عند طلعة الصديق لا يخفى هبدأ أسأل على أسئلة أو التخير مما يلي معنى كلمة تستهين لا تستهين يعني لا تستسهل لازم أرجع للسطر الثاني لا تستهين باليسير من حقه أم لا تهتم أم لا تستخف أم لا تقوم وذي ما عودتكم قبل كده إن أنا بشوف الكلمة معناها لا تستسهل باليسير ولا لا تهتم باليسير ومعنى اليسير اللي هو القليل ولا لا تستخف بالقليل من حقه أو لا تقوم طبعا أنا بحذف إجابة لا تقوم مش تنفع خالص وتهتم بحذف بقي عندنا إجابتان تستسهل أم تستخف طبعا تبقى الإجابة الصحيحة تستخف نذهب إلى سؤال آخر في نفس الفقرة أيضا تخير مما يلي المراد بقوله سكونا إليك سكونا إليك في الفقرة في السطر الخامس عايزك وكل حال ما يزداد به في كل يوم وكل حال ثقة بما ودتك وسكونا إليك يا ترى المراد بقوله سكونا إليك صمتا بصمتا مثلا ولا سرورا أم هدوءا أم ارتياحا طبعا واحد يقول لي طبعا عايز أحذف الإجابات متقربة هو لازم يكون في إجابات متقربة بالفعل يعني كل الصديق كلما اقتربت منه كلما سكن إليك هل سكن إليك السكونا إليك بصمتا طبعا صمتا بعيدة تماما طيب إزداد سرورا إليك طبعا مش تنفع طب بايهدوء وارتياح آه يبقى الاتنين قريبين من بعض لا ده هي هنا الأقرب والأصوب والأصح هي ارتياحا يبقى بيزداد ارتياحا إليك كلما اقتربت منه وكلما بالغت في مراعاته والمحافظة على حقوقه آه ننتقل إلى سؤال آخر في نفس الفقرة في السطر الأخير في الفقرة فيسأل فإن التحفي الشديد عند طلعة الصديق لا يخفى تخير مما يلي علاقة فإن التحفي الشديد بما قبله يطرى تفصيل بعد إجمال أم تعليل لما قبله أم إجمال بعد تفصيل أم نتيجة لما قبله طبعا معرفش جاوب لابد من القراءة مرة أخرى على أقل تقرأ السطرين أنت ريت الفقرة قبل كده يعني هو يرى السرور في جميع أعضائك التي يظهر السرور فيها إذا لقيك فإن التحفي طبعا هستبعد التفصيل تماما ما فيش تفصيل هنا طب ولا الإجمال يبقى عندنا استبعدت إجابتين يبقى التعليل لما قبله ولا النتيجة لما قبلها لازم أرجع كمان مرة كده أنا بعد ما عايز عوجودك إزاي تتعامل مع مثل هذه الأسئلة هو أنت عندما تهتم بهذا الصديق عندما تراعيه في كل حقوقه بيزداد قربا إليك ثقة بحبك ارتياحا إليك يرى السرور في جميع أعضائك التي يظهر فيها السرور فإذا لقيك إذا لقيك ليه؟ عشان فإن التحفي الشديد عشان التحفي الشديد عنده طلع يبقى علشان أول مرة عشان يبقى تعليل لما قبله على طول أشوف سؤال آخر يجب عليك متى حصل لك صديق نفس الفقرة أيضا هيجي على سؤال استنتج من الفقرة حق الصديقي على صديقي طبعا واحد ممكن يقول لي أنا ممكن أكتب موضوع تعبير لا أنا عايز الإجابة تكون من داخل الموضوع بتاعنا يعني إذن استنتج من خلال الفقرة يبقى عايز من الفقرة حق الصديقي على صديقه اللي هو الإكثار من مراعاته والقرب منه والسؤال عنه وإظهار البشاشة أي السرور في جميع الأجزاء التي يظهر السرور فيها طب واحد يقول لي أنا أعمل إيه؟ إزاي يظهر السرور في وجهي؟ طبعا أنا قلت في وجه في العينين في طريقة السلام في طريقة استقباله والتلهف عليه فإذا لقيت صديقك بهذا الشكل عارف أنك تحبه وازداد قربا إليك إذن الإجابة زي ما احنا جاوبناها أنه هو أن تكسر من مراعاته وتبالغ في تفقده يعني السؤال عنه ولا تستخف به بل عليك أن تجله وتحترمه وتلقاه بوجه بشوش مبتسم دائما هيجي في السؤال تاني على نفس الفقرة برضو وإليك الصديق يجب أن يرى سرورك بلقياه في جميع أعضائك ما هذه الأعضاء؟ أنا طبعا أجبت عنها منذ قليل اللي هو السرور هيرى في الوجه في الوجه الطلق والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إنك لن تسعى الناس بمالك ولكن يسعهم منك بسط الوجه لهم يعني أنت أحلى حاجة إن أنك تلقى الناس بابتسامة وبترحاب شديد فهذا أفضل شيء يعني إذن الابتسامة تظهر في الوجه في العينين نعم في العينين تظهر وفي حركاتك أيضا وفي تلهوفك عليك ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أخرى نضع عليها نفس الأسئلة نفس الأسئلة بتاعت الامتحانات هتأتي على هذه الشاكلة أي فقرة في القراءة بنعتبر فقرة جديدة علينا هتيجيها بنفس الطريقة إن شاء الله في امتحان نصف العام ننتقل إلى فقرة جديدة أخرى ثم نضع عليها بعض الأسئلة ثم ينبغي أن تفعل مثل ذلك بمن تعلم أنه يؤثره ويحبه من جار أو صديق أو ولد أو تابع أو حاشية وتثني عليهم من غير إسراف يخرج بك إلى الملق الذي يمقطه عليك ويظهر لك منه تكلف فيه وإنما يتم لك ذلك إذا توخيت الصدق في كل ما تثني به عليه هبدأ أسأل بعض الأسئلة تخير مما يلي معنى كلمة الملق من غير إسراف يخرج بك إلى الملق يطرى الملق اللي المداهنة أم المثابرة أم الموجدة الموجدة اللي الغضب يعني أم المعاتبة أعتقد أن الكل عارف الملق اللي هي المداهنة والنفاق وده بيطلب منك عندما إذا أردت أن تقترب أكثر من صديقك عليك أن تهتم بأصدقائه تهتم بكل من يحبهم صديقك يعني حبيب وحبيبي حبيبي كما يقول المثل وصديق صديقي صديقي هذه الأمثال حقيقة فلذلك يجب عليك أن تهتم بأصدقائه وبخدامه وبكل من يحبهم هذا الصديق في غير إسراف يعني لا تبالغ لا تنافق لا توجد يعني باش في نفاق شوية بفروض يكون في صدق في هذه المعامل إذن كلمة الملق معناها المداهنة اللي هي النفاق بمعنى آخر أشوف السؤال تاني في نفس الفقرة استنتج من الفقرة شروط الكاتب للسناء على الأصدقاء طبعا الكاتب وضع شروط للسناء على الأصدقاء طلب منك أن تسني على الأصدقاء في غير نفاق في غير مداهنة يعني أنت ممكن تجامله بكلمة حلوة لكن ما باش في نفاق ما باش فيه يعني كلام غير حقيقي لكن تبتعد عن نفاق تكون صادق فيه بدون تكلف يعني في التعامل معه طيب لو جالي بعض الأسئلة إذا توخيت مثلا أنا أسئلة من عندي كلمة توخيت إذا توخيت الصدق يعني إذا التزمت الصدق في بعض الكلمات نكون لدينا صروة لغوية حتى نستطيع أن نجيب في أي سؤال ننتقل إلى فقرة أخرى في الموضوع يقول الكاتب والزم هذه الطريقة حتى لا يقع منك توانن فيها بوجه من الوجوه وفي حال الأحوال فإن ذلك يجلب المحبة الخالصة ويهديك محبة الغرباء ومن لا معرفة لك به وكما أن الحمام إذا ألف بيوتنا وأنس لمجالسنا وطاف بها يجلب لنا أشكاله وأمثاله فكذلك حال الإنسان إذا عرفنا واختلط بنا اختلاط الراغب فينا الآنس بنا بل يزيد على الحيوان غير الناطق بحسن الوصف وجميل الثناء ونشر المحاسن هبدأ أشوف بعض الأسئلة اللي ممكن تيجي تخير مما يلي مضاد كلمة ألف في السطر الثالث وكما أن الحمام إذا ألف بيوتنا وأنس لمجالسنا وطاف بها يجلب لنا أشكاله هو عايز أقول لك أن عليك أن تهتم بأصدقاء صديقك وإذا فعلت ذلك والتزمت بهذا الأمر فإن هذا سيجلب لك أصدقاء جددا أصدقاء جداد زي الحمام أقول لك الحمام إحنا بالربيه الحمام الذي يربى في البيوت لو إحنا أكلناه اهتمنا به هيبص الحمده هيجيب حمام تاني وعلى فكرة يبقى في الحالة دي حرام يعني كان حشرعية يعني لو أنت عرفت الحمده بتاع جارك لازم ترجعه تاني يعني لكن هو بيضر بس مثال يقول لك أن الحمام إذا أنس إلينا اهتمنا به هيجيب حمام فما بالك بالإنسان إذا أنت اهتمت بصديق صديقك وأظهرت ذلك الاهتمام وهذا الحب فإن المودة ستزداد والأصدقاء سيزدادون عندك نعود إلى السؤال كلمة ألف معنى كلمة مضاد كلمة ألف المرة استوحشة انطلق ابتعد طار طبعا واحد يقول لك هنا الحمام بطار طيب لا تتصرع تعودت معاك لازم يبقى فيه تفكير شوية هو ألف المكان يعني اعتاد على المكان وأحب المكان وتعلق بالمكان يبقى ابتعد وتنفعش لكن استوحش هي اللي أدق وهي الأصب وهي اللي سمعت يقول لي طب ما يبتعدها قريبة برضه وطار وانطلق لا استوحش عكس ألفة استوحشة المكان فيه وحشة يعني مش عقب المكان ويبكره أما ألفة بمعنى إيه أحبها إذن ننتقل إلى سؤال آخر والزم هذه الطريقة حتى لا يقع منك توان ما علاقة حتى لا يقع منك توان يترى تفصيل ولا تعليل ولا إجمال ولا نتيجة الزم هذه الطريقة طالما علشان إبتعليل لما قبله ننتقل إلى فقرة أخرى جديدة واعلم أن مشاركة الصديق في السراء وإن كانت واجبة فإن مشاركته في الضراء أوجب وموقعها عنده أعظم وانظر عند ذلك إن أصابته نكبة أو لحقته مصيبة أو عثر به الدهر كيف تكون مواساتك له بنفسك ومالك وكيف يظهر له تفقدك ومراعاتك ولا تنتظرن بأن يسألك تصريحا أو تعريضا بل اطلع على قلبه واسبق إلى ما في نفسه وشاركه في مضض ما لحقه لتخفف عنه طيب الفقرة الجديدة فيها كلمة مضض شاركه في مضض يا طارة معنى كلمة مضض تخير معنى كلمة مضض في الفقرة شاركه في قوة شاركه في ألم شاركه في سرعة شاركه في مضر واحد يقول لي طب أنا مفروض أن أشاركه بسرعة طب يا طارة كلمة مضض أنا لما تعودنا عليها بكي أسمعناها قبل كده قولك قابله على مضض أنا قبلت فلندا على مضض يبقى على مضض هنا يبقى أنا بتألم منه يبقى كلمة مضض على ألم يبقى إذن إجابة الصواب لكلمة مضض هي ألم وليست قوة أو تسرع ننتقل إلى سؤال آخر في نفس الفقرة وإن كانت واجبة تخير مما يلي علاقة وإن كانت واجبة بما قبلها في السطر الأول واعلم أن مشاركة الصديقي في السراء وإن كانت واجبة من قسينة يبقى يطناب بالتعليل لا بالاعتراض احتمال أشوف اللي بعد منها بالتزيل التزيل بيكون في الآخر اطناب التفصيل لا أفصلش حاجة يبقى أنا استبعية التعليل والاستبعية التفصيل بقى التزيل والاعتراض ده بين شرط تاني يبقى اطناب بالاعتراض للاحتراص بالمناسبة كمان يعني يبقى إجابة السؤال هيكون اتنابل ايه بالاعتراض هو هنا يقول في الفقرة يجب عليك ان تشارك الصديق في السراء اذا كنت تشارك الصديق في السراء فعليك ان تشاركه في الضراء يبقى في الضراء اكثر اذا كنت بتقف مع صديقك في وقت الفرح فوقوفك معه في وقت الشدة اوجب والزم وده الصديق المخلص يا جماعة الصديق المخلص هو الذي يقف بجوار صديق وده يجي على سؤال الصديق المخلص من يقف معك وقت الشدة دلل على ذلك من خلال الفقرة السابقة هذه الأسئلة يجب أن تقول لكم في نفس النظام كده دلل على ذلك طالما قال لي دلل على ذلك من خلال الفقرة يبقى أنا أجيب له من الفقرة جزء من الفقرة أقول لك فإن إذا كانت مشاركتك للصديق في الصراء واجبة فمشاركتك للصديق في الضراء أو جب يعني أهم يبقى لازم أنتقل بجوار صديقك في وقت الشدة ننتقل إلى فقرة جديدة وإن بلغت مرتبة من الغنى فاغمس إخوانك فيها يعني لو بيت غني يعني خليك فاكر أصدقائك من غير امتنان ولا تطاول وإن رأيت من بعضهم نبوا وهسأل في كلمة نبوا وإن رأيت من بعضهم نبوا عليك أو نقصانا مما عهدته فاختلط به واكتذبه إليك فإنك إن أنفت من ذلك أو داخلك شيء من الكبر والصلف عليه انتقض حبل المودة وانتكثت قوته ومع ذلك فلست تأمن فلست تأمن أن يزول عنك الغنى فتستحي منهم وتضطر إلى قطيعتهم حتى لا تنظر إليهم ثم حافظ على هذه الشروط بالمداومة عليها لتبقى المودة على حال واحد طيب تخير مما يلي معنى كلمة نبوا هل انقضاضا انتكاسا ابتعادا انفصالا لازم أرجع للقطعة تاني وإن رأيت من بعضهم نبوا عليك هو عايزه لك لو انت بيتغني عايزك تقرب من أصدقائك طيب وانت بتغمسهم في النعمة اللي معاك دي شوف صاحبك يعني بس بشرط بغير امتنان لا تمن عليه يعني حتى في الصدقة الذين لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذن لهم أجروا من عند ربهم ولا يخايفون عليهم ولهم يحزنون لكن الإنسان اللي بيمن على من يعطي ذهب ثواب ما فعله إبا مع الصديق لا تمن عليه طيب وإن رأيت من بعضهم نبوا يعني الراجل عنده حياء يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف فابتعد عنك فعليك أنت إيه أن تقربه إليك إبا النبوا هنا بمعنى إيه يطر انقضاضا ولا ابتعادا ولا انتكاسا ولا انفصالا واحد يقول لي طب انفصالا تبقى حلوة لا انفصال انفصل عنك بس في مشاكل لكن هو ابتعد عنك بأدبه بعفته إبا ابتعادا هي اللي إيه هي الأصوب سؤال تاني في كلمة انتكست أيضا معنى كلمة انتكست في السطر الرابع انتقض حبل المودة وانتكست قوته يطر انتكست هنا بمعنى امتدت ولا استحكمت ولا اقتصرت ولا انتقضت هنا الانتكاس هو العودة إلى الضعف مرة أخرى يعني يكون عند حبل كده كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة في الآية في القرآن يعني فكلمة انتكست هنا بمعنى انتقضت انتقضت قوته وليس امتدت وليس استحكمت وليس اقتصرت يبا معنى كلمة انتكست هنا انتقضت يبا هو عايز له خلي بالك ممكن الغنى اللي انت عفيه دوة ممكن انت ما يستمرش عندك الغنى فانت كنت وبعد عنك فلو انت الغنى اللي انت لم تعطي منه لصديقك ولم يرى أثر النعمة هذه عندك ربما يذهب الغنى ويذهب المال عندئذ تأخجل من العودة إليه أذهب لسؤال آخر في نفس الفقرة وهو العلاقة تخير مالي علاقة آخر سطر ثم حافظ على هذه الشروط بالمدامة عليها اللي تبقى المودة طبعا دي لم التعليل وطالما لم التعليل يبا ايه تعليل لما قبله طالما لم التعليل يتبقى موجودة على طول تبقى تعليل مقابله على طول سؤال تاني على نفس الفقرة وضع الكاتب شروطا كي تبقى المودة بين الأصدقاء طيب وصف الفقرة كده شوف الشروط التي وضعها الكاتب طيب حتى لا تنظر ثم حافظ على هذه الشروط بالمدامة عليها الشروط موجودة حتى تستمر انبلغت مرتبنا الغنى فاغمس فيها إخوانك يعني اعطي منها إخوانك من غير امتنان ولا تطاول ولا بعدا إياك أن تتكبر عليهم إذا ابتعد عنك اقترب أنت منه يبا إذا الشروط التي وضعها الكاتب أن تغمس أصدقائك في النعمة التي أنعم الله بها عليك وإذا أعطيتهم فلا تمن عليهم ولا تتطاول عليهم ولا تتعال عليهم وداوم على السؤال عنهم حتى تبقى المودة والمحبة بين الأصدقاء ننتقل إلى فقرة جديدة نضع عليها أسئلة جديدة أيضا وليس هذا الشرط خاصا بالمودة بل هو مضطرد في كل ما يخصك أعني أن مركوبك وملبوسك ومنزلك متى لم تراعها مراعاة متصلة فسدت وانتقدت فإذا كانت صورة حائطك وسطوحك كذلك ومتى غفلت أو توانيت لم تأمن تقوضه وتهدمه فكيف ترى أن تجفو من ترجوه لكل خير وتنتظر مشاركته في السراء والضراء ومع ذلك فإن ضرر تلك يختص بك بمنفعة واحدة وأما صديقك فوجوه الضرر التي تدخل عليك بجفائه وانتقاض مودته كثيرة عظيمة ذلك أنه ينقلب عدوا وتتحول منافعه مضارا فلا تأمن غوائله وعداوته وينقاطع رجاءك فيما لا تجد له خلفاء ولا تستفيد عنه عوضا ولا يسد مسده شيء وإذا راعيت شروطه وحافظت عليه بالمداومة أمنت جميع ذلك الفقر الفويلة شوية الكاتب عايز يقول فيها يا جماعة المفروض لن أن يجب عليك أن تراعي أصدقائك مراعاة دقيقة مراعاة تامة وضرب لنا أمثلة بأمر نجده في الحياة إذا لم تتعهد منزلك أفلنا بيت ويسبناه سنة مثلا نجد أنه قد اتسخ وربما تشققت جدرانه مركوبك حتى ما تلبسه في قدمك إذا تركته فترة أيضا ربما تشقق الحزاء بتاعك ربما تشقق فكل شيء سطوح المنزل ضرب الكاتب أمثلة بهذه الأشياء ليؤكد على أنه يجب مراعاة هذه الأشياء طب إذا كاتت هذه الأشياء من الجمدات وتحتاج إلى المراعاة والمداومة والاتصال فما بالك بالصديقة إذا لم تداوم على مراعاته انقلب إلى عدو البيت أو المركوب الخطأ الخطر بتاعه الضرر بتاعه شيء واحد أما إذا ابتعدت عن صديقك فإن الأضرار ستكون كثيرة لأن الصديق سيتحول إلى عدو والعدو هنا هو عارف كل أسرارك فبالتالي تحدث الكارثة وهي ما فيه مشاكل كثيرة جدا نذهب إلى سؤال على هذه الفقرة بيّن الكاتب خطورة جفاء الصديق دلل على ذلك من خلال الفقرة طبعا موجودة في نصف الفقرة تقريبا وأما صديقك فوجوه الضرر لا تدخل عليك بجفاء وانتقاد مضتك كثيرة عظيمة ديها تبدأ من أول ديها تبدأ تعرفت إيه تزبط العملية شوي لأنه سينقلب إلى عدو تتحول كل منافعه إلى مدار وبالتالي لا تأمن أنت شروره وعداوته وينقطع عنك الأمل في أن ينصلح حاله معك أو يقدم لك نفعا كما قلت لأنه يعلم بكل أسرارك لذلك يؤكد الكاتب على ضرورة المحافظة والمداومة على الصديق ما تبعيش عنه حتى لو ابتعد عنك حاول أنت أن تتقرب منه حتى لو بالاتصال تليفونيا حتى تستمر العلاقة بينكما طيب نذهب إلى سؤال آخر دلل من خلال الفقرة كيف تأمن غوائل وعداوة الصديق الكاتب ذكر لنا دليل كيف نأمن غوائل وعداوة الصديق هذه لسهلة للوقت من شوي كيف تأمن عندك صديقك اللي هو معاك ممكن يتحول لعدو ممكن يبقى لي الشرور الغوائل لا الشرور يا جماعة كيف تأمن هذه الشرور بالمداومة على المحبة والحفاظ على الصداقة هو الموضوع في أوله كان يقول لك متى إذا حدث لك صديق إذا تعرفت على صديق فيجب عليك أن تكسر من مراعاته وتفقده يعني معنى السؤال عنه ما تبعدش عنه ما تحاولش تكفي يعني إيه تبتعد عن الصديق إلا إذا كان اكتشفت فيه صفة من الصفات السيئة التي تستحق أن توجد في صديق في الحالة دي هتجوزت البتعاد عنه لكن طالما ربنا أكرمك بالصديق مخلص في صفات كويسة يجب عليك عدم البعد عنه التمسك به مهما حدث لأن الصديق المخلص عملة نادرة في هذا الزمان بل ربما في كل إيه في كل زمان وفي كل مكان ننتقل إلى فقرة أخرى نضع عليها بعض الأسئلة ثم احذر في صديقك وإن كنت متحليا بأدب وعلم أن تبخل عليه بهما يعني لو أنت عندك علم وأدب لا تبخل عليهما عليه بهما بس طبعا ما تغششوش يعني في الامتحان ده حاجة تانية أو يرى فيك أنك تحب الاستبداد دون هو الاستئثار عليه ما تخليش حس أن أنت يعني إيه ده ما تحب تمايز نفسك عليه فليس أحد ينقص من العلم ما يأخذه غيره بل يسكو على النفقة ويربو من الصداقة ويزيد على الإنفاق يعني لو عندك علم يسألك عادي مع بعض في مكان مش امتحان وبيسألك تناقش معه لا تبخل عليه بالعلم العلم هيزداد لعندك يعني فإذا بخل صاحب علم بعلمه فإنما ذلك لأحوال فيه فيه ناس بتبخل بالعلم بقى كلها قبيحة وهي عايز عرف علاقة وهي أنه إما أن يكون قليل البضاعة عايز عرف العلاقة دي علاقت ايه أنا أبدأ أسأل أسئلة كده سريعة في هذه الفقرة طيب ولو قلنا مثلا śmهي أنه ما إما يكون قليل البضاعة ما علاقتها بما قبله هل هي إجمال بعد تفصيل تفصيل بعد إجمال تعليل نتيجة زي ما قلنا العلاقات العلاقة هنا علاقة تفصيل بعد إجمال ليه فإنما ذلك الأحوال فيه كلها قبيحة يبدأ يفصل الكلام دوت وهي أنه إما يكون قليل بضاعة هو يبخل بعلمه لأنه عنده شوية علم صغيرين ففرحان بيهم مش عايزوا بيخلصهم فهو يخاف أن يفنى معنى يفنى يزول وينتهي ما عنده ويرد عليه ما لا يعرف فيزول تشرفه عند الجهال ممكن يجيلي سؤال هو عارف سؤالي اتنين بس فممكن بعد كده بيتباهى عند الناس اللي ما عندهمش علم وإما أن يكون مكتسبا به يعني بيتكسب من المال بتاعه فهو يخشى أن يضيق مكسبه به وينقص حظه منه ثم احذر أن تنبسط بأصحابك وتحمل أحدا منهم على ذكر شيء في نفسه يعني ما تحولش أن تفرض نفسك على حد أو تكبره أنه يعترف لك على سر معين ولا ترخص في عيب شيء يتصل به هو في عيب ما تقولش تنشره فضلا عن عيبه ولا وما تزودش كمان من عندك كمان ولا يطمعن أحد في ذلك من أولي أنسابك والمتصلين بك لا جدا ولا هزلا يعني الموضوع ده وتمكن واحد صاحبك يجيلك كده يعمل ناسه بيهزر ما يقولك طيب صاحبك إيه رك عمل إيه لا تقوله في وقت الجد أو في وقت الهزل لا ما ينفعش وأنت عينه وقلبه أنت عين صديقك أنت قلب صديقك وخليفته على الناس كلهم بل أنت هو أنت هو شفت التشبيه والتعبير الجميل جدا أنت هو فإنه إن بلغه شيء مما حذرتك منه لم يشك أن ذلك كان عن رأيك وهواك عن حبك فينقلب عدوا وينفر عنك نفورة ضد طبعا هذه وصايا جميلة جدا ما أحوجنا إليه أنت مع صاحبك المفروض أن أنت ما تطلعش سره خالص طيب السر بتاع صاحبك ده ما يطلعش واحد بيحاول بقى أنه يجيلك يقولك طب أنا عايز أعرف حصل إيه إيه وبعد عنك ليه هو حصل الموضوع ده ليه فبيحاول معاك كده يستدرجك وإنت ممكن تغلق بالكلام لا هو طبعا صاحبك لو عرف أن أنت أفشيت السر طبعا هيبقى يزعل منك وابتعد عنك فحاول أن تحافظ على سر صديقك حتى لا تتحول الصداقة والمحبة إلى نفور فصديقك أنت هو أنت هو يعني صاحبك يعني إحنا نروح بعيد ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل يعني الإنسان يعرف من خلال صديقه يعني لو واحد معرفش حد قولك طب أنت عايز تعرف فلان طب عرّفني بأصدقائه أخبرك عنه فدائما الصديق عنوان أو مرآة الصديق ننتقل إلى فقرة أخرى جديدة ثم أحذر النميمة وسماعها وذلك أن الأشرار يدخلون بين الأخيار في صورة النصحاء فيوهمونهم النصيحة وينقلون إليهم في عرض الأحاديث اللذيذة أخبار أصدقائهم محرفة مموهة حتى إذا تجاسروا عليهم بالحديث المختلق يصرحون لهم ما يفسد مودتهم ويشوه وجوه أصدقائهم إلى أن يبغض بعضهم بعض طبعا نعايز تجاسروا معنى كلمة تجاسروا هل تشجعوا تعمدوا تحاكموا تطاولوا سطر الثالث طبعا في بعض إحذر النميمة نقل الكلام على هدف الوقيع بين الناس فبعض الناس بتحاول يعني تنقل الكلام مشوه مموه محرف عشان يقل الفتنة من الناس يعني للأسف الناس دي موجودة في كل مكان للأسف على الرغم من التحذير تحذير القرآن لهم وحد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات قتات يعني نمام والنمام هذا يعني الذي يوقع الفتنة والضغينة وينقل الكلام على سبيل الوقيعة بين الناس لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات أي نمام فهذا الكاتب يحذرنا من نقل الكلام نعود إلى السؤال تجاثروا معنى كلمة تجاثروا هل تشجعوا تعمدوا تحاكموا تطاولوا طبعا لا تجاثروا هنا معنى تشجعوا إبا رقم ألف طب ننتقل إلى سؤال آخر على نفس الفقرة تخير ميال الفكرة الرئيسة للفقرة السابقة الأشرار يدخلون بعد الأخيار التحذير من النميمة كسرت مؤلفات القدماء عن النميمة النمام والهادم طبعا لازم نكمل قراءة الفقرة وللقدماء في هذا المعنى من سطر الخامس من سطر السادس آخر الخامس وللقدماء في هذا المعنى كتب مؤلفة يحذرون فيها من النميمة ويشبهون صورة النمام بمن يحك بأظافره أصول البنيان القوية حتى يؤثر فيها ثم لا يزال يزيد ويمعن حتى يدخل فيها المعول فيقلعه من أصله هو هنا بيتكلم يا طارى من أول الفقرة كده الأشرار يدخلون من الأخيار وحدي يقول لي طب مها موجودة فعلا في أول سطر بس دايست هذه الفكرة الرئيسة طب كسرت مؤلفات القدماء مها موجودة بس مش دايست الفكرة الرئيسة يا جماعة طب النمام والهادمة أو النمام بيهدم التحذير من النميمة بتشمل كل ده لأنه حذرك من النميمة يعني عايز أقولك إن فعلا أصطح عشان الأشرار بيخش من الأخيار وعشان تحذير من النميمة في كتب كتير أولفت وعشان أحذرك من النميمة لأن النمام بيحاول هدم المجتمع يبقى الفكرة الرئيسة للفكرة السابقة التحذير من النميمة يبقى الموضوع النميمة ده للأسف منذ القدم موجود والناس كتير كان القدماء ألفوا كتب كثيرة في هذا الموضوع ليحذروا الناس من خطورة النميمة وكما قلت حذرنا القرآن وحذرتنا السنة النبوية من النميمة يقول تعالى ويل لكل همزة اللمزة ويل بئر فيه جهنم لمن؟ الهمزة واللمزة هو الذين يلمزون الناس ويعيبون الناس ويتحدثون عنهم في غيابهم اللي هو الغيبة والنميمة يعني ننتقل إلى سؤال آخر في نفس الفقرة شبه الكاتب في الفقرة السابقة النميم بمن يهدم حائطا ولا من يدخل أظفاره في الحائط ولا من يقتلع الأحجار بأظافره ولا من يتسلل بمكروه بين الناس كالثعلب طبعا هو شبه هنا من يهدم حائطا خلي بالك عشان ترجع تاني ويشبهون صورة الأمن بأن يحك أظافره أصول البنين القوية يبا من يدخل أظفاره في الحائط ولا من يقتلع الأحجار بأظافره لوش يقتل الأحجار هو بس إيه ما يدخل أظفاره في الحائط عشان يجهز لها مكان وبعد كده يبدأ يقتلع يحط المعول فيه ويضرق فقرة تانية ويضربون له الأمساء الكثيرة المشبهة بحديث الثور مع الأسد في كتاب كليلة وديمنا ونحن نكتفي بهذا القدر من الإيماء كلمة الإيماء معناها الكتابة العمل الإشارة التحايل فكر عماما أكمل القراءة ولست أترك مع الإيجاز والاختصار تعظيم هذا الباب وتكريره عليك لتعلم أن القدماء إنما ألفوا فيه الكتب وضربوا له الأمثال وأكسروا فيه من الوصايا لما وراءه من النفع العظيم عند السامعين من الأخيار ولما خافوه من الضرر الكثير على من يستهين به إذن كلمة الإيماء نحن نكتفي بهذا القدر من الإيماء الكتابة يا رجل بيكتبه ولا العمل لا العمل لا الإشارة ممكن التحايل لا عند الكتاب والإشارة طبعا الإيماء أو ماء بعينيه أشار بعينيه فالإجابة الصواب جيم ننتقل إلى سؤال آخر عرف القدماء أهمية المحافظة على الصديق دلل على ذلك من خلال الفقرة السابقة دلل على ذلك ويخلال الفقرة السابقة يعني أعمل إيه أشوف الفقرة بتتكلم على إيه هم بيأكدوا على ضرورة المحافظة على الصديق يعني بل فقرة السابقة تؤكد لنا ضرورة المحافظة على الصديق بالتعهد له بالسؤال عنه كثيرا حتى لا يتحول الصديق إلى عدو أو حتى لا تتحول منافعه إلى أضرار لأن الصديق إذا ابتعد عنك حدثت لك أضرار كثيرة ده بعض الموضوع اللي هو خبناء ده بالصداقة موضوع جميل وحطنا عليه بعض الأسئلة الطيبة الجميلة ننتقل إلى موضوع آخر نعرض برضو في بعض الفقرات ونقضى عليه بعض الأسئلة وهذا الموضوع بعنوان العلم والتقنية العلم والتقنية هبدأ لحمة فؤاد باشا هبدأ أحط فيه فقرة عليه وشوف الأسئلة اللي ممكن تيجي عليه بتيجي إزاي إن العلم والتقنية وجهان العملة واحدة ومرتبطان لمشكلات المجتمع أي مجتمع وقضاياه المصيرية هذه حقيقة مؤكدة يبقى فيه العلم والتقنية مرتبطة من بعض وجهان العملة واحدة مدى الارتباط بينهم وجهان العملة واحدة هذه حقيقة مؤكدة نستشعرها بوضوح في واقعنا المعيش بعد أن أصبح في حكم المسلم به أن العلم والتقنية يؤديان دورا أساسيا لا غنى عنه في تنمية المجتمعات المختلفة على جميع المستويات ذلك أن التقدم العلمي والتقني لا يسهم فقط في اكتشاف استخدامات جديدة للموارد الموجودة وزيادة انتاجياتها بل يسهم أيضا في كشف عن موارد جديدة واستحداث طرق مبتكرة وفتح أفاق أوسع ومجالات أرحب تؤدي كلها في النهاية إلى تحقيق التنمية الشاملة بمختلف أبعادها بما في ذلك زيادة الانتاج وتحسين نوعية المنتجات ذاتها ده نفس نظام الامتحان قطعة زي كده هتديلك وانت هتبدأ ايه تبدأ تشتغل عليها يسألك ممكن في معنى كلمة يسألك ممكن في الفكرة الرئيسة استانتيج دلل هبدأ الأول بسؤال علماء عن الكلمات هاخد مثلا ايه فيها ان العلم هو التقنية الكلمة التقنية معنى هي في الفكرة هل التقدم هل تطبيق العمل للعلم أم التفكير المنظم طبعا هي التطبيق العملي للعلم التقنية تعني التطبيق العملي للعلوم أو للعلم يعني طيب أشوف السؤال زي كده الفكرة الرئيسة للفكرة السابقة وده هسيبوا السؤال للحلقة احنا الفقرة موجودة هيت وابدأ اديك اختيار متعدد في الشريحة اللي جاية العلم والتقنية وجهية العملة واحدة قرأتها الفقرة الاولى عايز اشوف الفكرة الرئيسة للفقرة السابقة وده هخليه سؤال مش هجاوبه يا تارى الفكرة الرئيسة في هذه الفقرة هي عوامل ازدهار العلم والتقنية اثر العلم والتقنية الكشف عن موارد جديدة ام زيادة الانتاج وزي ما تعودنا السؤال ده بسيبه واتمنى من ابنائي او بنات الطالبات الدخول على موقع القناة على اليوتيوب والاجابة عنه واول عشر اجابات صحيحة بشكر اصحابهم هنا في الحلقة القادمة ان شاء الله ننتقل الى فقرة اخرى او الى سؤال اخر في نفس الفقرة واشوف للعلم والتقنية دور هام دور مهم وضح ذلك مع ذكر الدليل العلم والتقنية دور مهم نعم دور مهم اللي هو السؤالة هو طويل اجابة بتاعته عشان الوقت يعني عدى مننا بسرعة فابدأ اخذ الاسئلة والاجابة بسرعة طبعا العلم والتقنية بيدياني دورا اساسيا لاغين عنه في تأمين المجتمعات المختلفة على جميع المستويات لانه يساهم في ذات الانتاجية تكشف عن موارد جديدة وطرق جديدة لتحقيق التنمية وزيادة الانتاج وتحسين نوعية المنتجات نفسها ننتقل الى فقرة اخرى سؤال لكن مدى الاستفادة من التقدم العلمي والتقنية عموما مرهون يطرق المتمرهون دي معناها معتمد متشبس موثق مرتبط مرهون بعوامل كثيرة يبقى بيعتمد على عوامل كثيرة ممكن متشبس متمسك يعني ممكن موثق موثق مرتبط برضو لا بعيدة شوية مرتبط يعني اذا الاجابة الصواب هتكون مرتبطة مرتبطة طيب اشوف سؤال تاني تخيل تخير مما يلي الفكرة الرئيسة للفقرة السابقة يطار الفقرة الرئيسة اللي قدامنا دي الوقت بتكلم عن ضعف الكفاءات الإدارية قصور التعليم وتخلفه في الدول النامية سوء اعداد الكوادر الفنية الاستفادة من التقدم العلمي والتقني طيب لكن مدى الاستفادة من التقدم العلم والتقني عموما مرهون بعوامل كثيرة تساعد على توفير البيئة المناسبة وتعين على التخلص من السلبيات المعوقة بدءا من قصور التعليم وتخلفه في الدول النامية مرورا بالعشوائية وغياب التنسيق وانتهاءا بضعف الكفاءات الإدارية وسوء اعداد الكوادر الفنية يعني سوء اعداد الكوادر الفنية دي موجودة بس مش الفكرة الرئيسة ده حاجة مترتب على حاجة طيب ضعف الكفاءات الإدارية موجودة بس شيء مترتب على شيء طيب قصور التعليم موجود لكن الفكرة الرئيسة هي الاستفادة من التقدم العلم والتقني لأننا لو استفدت منها هيحصل لعالج العيوب التانية الموجودة في نفس الفقرة بإذا الرقم دال هي الإجابة الصواب ننتقل إلى فقرة جديدة وهنا تجب الإشارة إلى أهمية اعتبار العلم والتقنية من النشاطات الإنسانية التي لا يمكن ازدهارها إلا إذا حظيت بالرعاية والسبق على معدها لتحقيق القفزة الحضارية لمواكبة حركة العصر ويتطلب الأمر عنده إذن ضرورة تأكيد مفاهيم عدة مرتبطة بالإطار الفكر للإصلاح والتحديث منها أن كل إنجاز تقني يمر بعمليات تطوير متلحقة يصبح بعدها صالح للاستخدام عن طاق واسع ثم يأخذ هذا الإنجاز التقني بعد ذلك في التراجع والانحصار حتى يتقادم ويندثر بعد أن تكون هناك تقنيات جديدة أرقى وأفضل قد حلت محله ويمكن ملاحظة هذه المراحل من أجيال أو موجات تقنية في العديد من التقنيات السائدة حاليا مثل المجاهر للميكروسكوبات المقاريب لتولسكوبات والحواسيب لجهة الكمبيوتر أو غيرها الفقرة طبعا طويلة شوية لو حبينا نقول كيف نحقق القفزة الحضارية يعني كيف نحقق القفزة الحضارية لو أنت قرأت في الفقرة الأولى هتلاقي الإجابة موجودة عندك ممكن يجي عليها إيه سؤال أو كيف تحقق القفزة الحضارية إذا اعتبرنا العلم والتقنية من النشاطات الإنسانية التي يجب الاهتمام بها ومراعاتها طب أخذ بعض الأسئلة التي هي التانية العادية الأول أبدأ بالسؤال السائل الأول المعاني الكلمات حتى يتقادم ويندثر يندثر معناها يتعمق يضعف يختفي يموت طبعا هنا يندثر بمعنى يختفي اندثر الشيء يعني اختفى واحد يقول لي طب يموت لا ما ينفعش الإنجاز ده نقول عليه أنه مات ولكن أقول أنه اختفى إنجاز كان موجود وما ينفعش يتعمق طبعا ولا ضعف لا هو يختفي لجابة الصحيحة يختفي طب سؤال آخر عن نفس الفقرة ما المطلوب لتحقيق القفزة الحضارية لمواكبة العصر لأنه السؤال الذي يغبته من شوية اللي هو اعتبار العلم والتقنية من النشطات الإنسانية التي لا يمكن يزدهرها إلا إذا حاضيت بالرعاية والسبق على ما عدا يعني اهتم بها اتمام كبير حتى تحقق المراد استنتج من خلال قراءتك الفقرة العنوان المناسب اللي هو العلم والتقنية من أهم الأنشطة الإنسانية طيب أشوف فقرة تانية لا شك أن هذه الظاهرة أصبحت تؤثر بصورة مباشرة في الدول النامية التي ترفع شعار نقل أحدث تقنيات العصر باعتبار إحدى وسائل اللحاق السريع برقب الحضارة المعصرة وهنا يتتدريب على أجيال التقنيات المتعاقبة في مقدمة المشكلات التي تعطرض مسيرة التقدم العلمي والتقني في هذه الدول باعتبار البحث العلمي مهنة تستوجب تستوجب الإعداد الجيد للباحثين والفنيين معنى كلمة تستوجب يا طرى تتمنى تتطلب تشجع تحدد طبعا أعتقد معظمك وأجاب الإجابة صح اللي هي تتطلب رقم به رقم به تتطلب أشوف سؤال تاني استنتج من خلال الفقرة العنوان المناسب لها احنا طبعا قرأت بسرعة عشان خاطر ضيق الوقت فعايزة لحأخذ أكبر قدر من الأسئلة يعني اللي هو أثر تلاحق ظاهرة التلاحق العلمي في الدول النامية التلاحق العلمي ان احنا عندنا الدول المتقدمة عندها تقدم فيه تقنيات كثيرة واحنا للأسف احنا عايزين ناخد منين التقنيات فقط لازم والكتب في النهاية انصحنا ان احنا لابد ان نهتم بالعلم وانطبق التقنيات الحديثة عندنا لتتناسب مع ظروفنا نحن طيب ننتقل الى فقرة اخرى جديدة نضع على بعض الاسئلة ولما كان العلم بوصفه منهجا ونشاطا اجتماعيا يعد منزلة المحرك الضروري للنمو الاقتصادي والاجتماعي بصورة عامة فان حدوث اكتشافات علمية مهمة بين الحين والحين لا يؤثر فقط في طبيعة فهم الانسان ورسم تصوراته بالنسبة للعالم من حوله بل يؤدي الى كشف مناطق جديدة من المعلومات واحتمالات الطبيقية التي سرعان ما تتحول الى وسائل وادوات تقنية جديدة لانتاج والخدمات ومن هنا اصبحت التقنية تمثل المقدرة على تحويل الابداع العلمي الى اهداف اجتماعية مفيدة تخير مما يالي العنوان الانسب للفقرة السابقة يطرى اصل العلم في حيات الام والشعوب ولا دور التقنية في الحياة ولا كسرة اكتشافات العلمية ولا التقنية والابداع العلمي طبعا انا بعودكم على اسئلة دي تكون لوحدك في الامتحان وبنفس الطريقة وربما يأتي امتحان حاجات من موضوع التكنولوجية بنفس الشكل كده وبنفس الطريقة وانا اتعمد يجيب الاختيارات المتعدد قريبة الشابة انا عارف فالاجابة هتكون رقم الاف الاجابة الصواب هتكون الاف لأصل العلم في حيات الامم والشعوب طيب اشوف سؤال تاني اه عايز اشوف الفقرة احنا يعني قرأناها ده هي اشوف اه وفي ضوء هذه المعاني ينبغي فهم رسالة العلم في احد جوانبها المهمة على انها ده اساسية لنقل التقنية الى قوة فعالة معنى كلمة فعالة مؤسرة في تطوير حركة المجتمع نحو الافضل ولما كانت العلاقة بين العلم والتقنية عبر تاريخيات طويل علاقة تبادلية بالتغذية المرتدة اغضا وعطاءا يعني فيه تبادل منفعة على فترات متباعدة في بادي الامر ثم متقاربة تدريجيا بعد ذلك فان الناظرة طبيعة هذه العلاقة في عصرنا يجد انها اصبحت اكثر التصاقا منذ قبل يعني بقى فيه ارتباط ما بين التقنية وبين العلم طبعا العنوان الرئيسي لهذه الفقرة العلاقة القوية بين العلم والتقنية عبر العصور طبعا لو حبينا اشوف سؤال اختم به الحلقة والوضح من خلال فقرة السابقة رسالة العلم طبعا رسالة العلم هي اداة اساسية لنقل التقنية الى قوة فعالة تؤثر في تطوير حركة المجتمع الى الافضل اذا هذا الموضوع يحدثنا ويؤكد لنا على اهمية الاغزئ باساليب التقنية الحديثة كي ننهض بمجتمعنا كل كما قلت لكم القراءة المتحررة ليست صعبة ولكن علينا ان نتعاود على طريقة الاسئلة نفكر نستنتج نبدع في الامتحان اهم شيء يكون لديك الثقة في انك ستستطيع الاجابة ان شاء الله في نهاية هذه الحلقة ادعو الله عز وجل بالتوفيق والنجاح لكل ابناء وابنات الطلبة والطالبات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة